سعد مساكم طبعا احنا الان كجامعة النجاح محور اهتمامنا سابقا وحاليا ومستقبلا هو الطالب واي شيء بسهل وجود الطالب دراسته تعامله مع الجامعة اي اجراء لصالح الطالب ولا تسهيل حياته احنا نمشي فيه وبالتالي هذه الاتفاقية تقع ضمن هذه الرؤية ستسهل بالتأكيد قدرة الطالب على التسجيل على اجراء المعاملات المالية دون انه يضطر يروح يوقف الطابور او يروح على البنوك وبالتالي بتوفر عليه الجهد والوقت ومثل هذه الاتفاقية ستساعد كمان الجامعة فيه امكانية تقديم خدماتها للي خارج حتى فلسطين اينما كان تار حمايل مدير عام شركة بالبي احنا اليوم فخورين بهاي الاتفاقي بهاي الشراكة الاستراتيجية مع جامعة النجاح الوطني هاي الجامعة الرائعة والمميزة اتفاقية اليوم هي رح نكون في شركة بالبي بتعاون مع مجموعة بنك فلسطين وبنك فلسطين بتوفير كل وسائل الدفع الالكتروني للطلبة داخل الجامعة بالاضافة لشبك انظمة الجامعة مع انظمة شركة بالبي لاتاحة الفرصة للطلاب بتسديد الرسوم الجامعية من خلال اكثر من عشر تلاف نقطة بيع ووكيل داخل فلسطين بالاضافة من خلال كل البنوك العاملة داخل فلسطين بالاضافة انه انه احنا رح نوفر كل نقاط البيع من البونت اوف سيل وفيزا وماستر كارد العالمية داخل ارويقة الجامعة بالاضافة الى تزويد الطلبة بمحافظة الالكترونية لتاحة الفرصة لهم بيكون تسديد من خلال وطاقة فيزا العالمية طبعا بتوفير الفرصة لهم يسددوا من داخل بشراء من خلال نقاط البيع موجودة داخل ارويقة الجامعة بالاضافة انه رح يكون عندنا ان شاء الله نشاطات اخرى مع بعض الكليات وخاصة كلية التكنولوجيا المالية ولكن احنا اليوم ضضيفوا انه احنا الفخر الكبير ان تكون جامعة النجاح اول جامعة رقمية فلسطين من خلال هذه الاتفاقية احنا رح نكون ايد بايد مع جامعة النجاح لتكون جامعة النجاح اول جامعة رقمية من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية اشتركوا في القناة